الأخوات والإخوان كذلك كان فيهم لما يوقع في واحد الضغط النفسي قوي يقول لديه هاد الإفرازات أو هاد تعرق هاد اللي كيكون مفرط ويشي اللي غادي نظروا عليه إذن ما كيجي الامتحان للبنيسات ولا الوليدات كيتخلعوه وكيجيهم واحد اللي نوع من الهلاع وذلك الهلاع لي كي يعطينا واحد الاضطراب في الغوداد هاد الاضطراب هاد هذه الغوداد لي كيكون توافق ما بينه وما بين يعني كيكون الغودة الدرقية والدماغ يعني كيكون واحد الخالل في إرسال الرسالات وهاد الخالل لمباشرة كيمشي وكي أتصل لنا على الغوداد الزهمية اللي هي دوكليقلون سيبوغيك اللي هي كتفرز لنا هاد الدهون هادي وعنا كيولي عندك الإفراز المفرط للدهون إذن إحنا هاد نديروا باش نعاونوا الوليدات والبينتات دينا في المتحان دينا باش ميكون شان دوم التعرق هاد نخدموا على الجوش دير جوية الخدمة الأولى هو أننا غاد نحاولوا نهدنوا الجهاز العصابي دينا أننا نخدمو خاصة عندما بقى وحد خمسة أيام ولا أسبوع فغاد نحاولوا نخدموه على الجهاز العصابي نحاولوا الريحه نحاولوا نخليوا داك التوازن دي السويالات أو التوازن ديال تجاوب ديال الغودة الدرقية مع الدماغ دينا والشيق الثاني هو غاد نديروا وصفات خارجية باش نخليوا هاد الزعم يكون ناقص يدرنا بدي نقص وهالتعرق ما يبداش يخرج بالساف فبحالة قلنا غاد نحاولوا أننا دوك المستقبلات اللي كتكون عندنا على المستقبل بشترى دينا كما كان نقوله إحنا يا نحاولوا أننا نتحايلوا عليهم بوحد الطريقة اللي غادي تكون طبيعية باش ما نخليش دوك الإفرازات ديال التعرق تكون والأمور غادي تكون بخير إن شاء الله أخوات كي سولوك دكتور عيماند على ذاك البودغ اللي كندروا الأطفال أو طالك واش كاي صلاح أننا ندروا الناس اللي كيعرقوا لهم رجليهم أخوات اللي كي سولوا على بنيتاتهم ما كيقدروا شي اللي بتوص صندالة بكترة ما رجليهم تيعرقوا لهم بزاف فالبنيتات على حسب السن لأنا مثل سوش هذه البودرة كين بودرة اللي كتكون الكبار وبودرة الصغار بعض الشيء ما كيف رقوش للناس نعم لأن البودرة الصغارة كيكونون أقسل فيها كتير من الأملاح المعدينية أو الأملاح ديال المعدين التاقيلة لأن كين ببعض البودرات اللي فيهم الاستياغات فيهم الاليومينيوم يعني المشتقات ديال الاليومينيوم فيهم كذلك مواد كيميائية اللي كتكون متبتة أو كتكون مواد حافظة لهذه المادة هذه كين كذلك مواد اللي هي حمضية أملاح حمضية والشي كامل ما كيصلاح شيء يعطينا الوحد البنيتات اللي صغيرة مثلا لي كيمشي السين ديالهم من خمس سنوات إلى عشر سنوات أنا مغسم شيء ياخدوا هذا الشيء لأنك يقدر يمشي لهم مع الرجلين ديالهم يطلع عبر المسام ويمشي الجسل ديالهم ويمشي أتصلينا على الغودات وإحنا قلنا الغودات يالله بدأوا كي يكبروا شوية وبدأوا كي ينضجوا إحنا غديمشي بهذه الغودات وغدي نعطيهم مواد اللي غدي يسمهم مواد اللي ما يخليهم شي نضجوا بطريقة منتظمة إذا ما كنصح به من لس كبير البودرة غادين غدي نضجوا مع بعديتنا واحد البودرة اللي غادي تكون بسيطة وسهلة وإن شاء الله اللي غادي تعاون فهذه المشكلة دهما لدكتور عيمال عند الأطفال واش أممكن أنه يعطي التعرض خصوصا على مستوى الرأس واليدين ماشي دائم لكيكون سبب ماشي دائم لكيكون سبب تقدر يعطي التساقط يعطي وحدي شحو بيع المستوى ديال البشرة البشرة تغيير لهم ديلا ولكن باش يعطينا التعرق فهذا مكيكون السبب مباشر. الوصفة اللي غا تطينا دكتور عيمد واش كالتصلاح الكبار والصغار. الكبار والصغار ممكن اننا نجيرها في المناطق الجسم. ماشي مشكلة. لانو اخوات كي يسولوا انهم كيتعرقوا مشغير في تديروا في الهرين جلو. نعم. ناخد الوصفة عندها دكتور عيمد. فالوصفة دي لنا بسيطة وسهلة. هذه الوصفة للوقاية من التعرق. طيب تفضل. هذه الوصفة دي لنا باش نحضر الوصفة مع القبار ديال الزعت بمطحون. الجو جمع القبار ديال مرض الدوش متحونة. هاتو كل ما healing Israel. َ مواد اللي يعطيهم في هذا يا درجة حرارة الجسم. أن الجسم كيتغليه يبرد كي بيقاش فيه التعرق. جو جمع القبار قلنا ديال الزعتر جوج مع القبار ديال مرض وي newspapers ويزير. ولكن هذا المكوين مهم ما بزار ناس كي تسولوا عليها. ولكن موجود عند العطارة وعند ناس كي بيعوا الاعشاب فهو مهم جداً. لماذا؟ لأن هذا الغيش هو الذي يحمي لنا الرطوبة الشجرة هو الذي يجعله الدوم أكثر تبارك الله في غرفة معمورة تبارك الله تبارك الله شجرة البلوط لمئات سنين العمر لماذا؟ لأن هذا هو السر يعطاه الله سبحانه وتعالى بحال واحد العازل بحال واحد المادة التي تمصل لنا التي تقدر واحد امتصاص قوي للرطوبة والمواد التي يمكن أنها تعفن يعني تعطينا ذلك التمياه بشأن الكتورية فريقية فنحن نقرأ من الطبيعة حتى نحاول في طبيعة فهيا بتصيدلة وهيا في استعمال طبيعية و هيا في استعمال المواد الطبيعية تعالى دوم من قبل القبل مختلفة مشغول مع القبل مختلفة و تمضي التصالي و مجلز مزال و تمضي التصالي و المزال نخلط هذه المكونات كامليين نضرب الأركاية ونستدعو لهم في واحد القرآة لما تدخلش أشياء الشمس نحطوها في واحد البليسة بعيدة على الحرارة إذن إحنا مثلا نبغي نستعملوها غير اليدين والأقدم ونأخذو معلقة كبيرة من هاد الخاليط ونطبخوها في النص سيطرودية لما حتى تتطبخ مزيان وتعقد ونديروها تبرد في الثلاجة يعني نخليوها بعدها تبرد شوي ونحطوها تبرد في الثلاجة ونحطوها تبرد في الثلاجة واحد النص سيطرود فيه اليد دينا والنص الأخر سيطرود في واحد الويع يعني نحطو واحد البانيو صغير لنحطوه فيه الأرجل دينا ونخليوهم يعني نحطوه لديهم الأرجل دينا في هذا المحلول هذا ونخليوهم مددية العشرة يربقي فقط فهو يتم الامتصاص ويتم موازنة نص درجات حرارة اليد دينا ويمكننا نديرو الويدات نحسن نهار الصباح اللي غادي يكونوا غادي الامتيحان ديالهم مننا غادي يكونوا الارتخاء ومننا غادي يساعدهم مننا غادي يحسبوا بواحدة راحقة جميلة جداً ويمكن لهم أنهم يستعملوا هذا بالنسبة لليد والرجلين والأقدم يعني اليدين والأقدم بغينا مثلا الجسم دينا وعدي مسألة سأله بسيطة هذا يعني كنغليو مع القاة كبيرة دي البودرة دينا مع نصيترو ديال الماء وحسا كيغلم زيان وكيعقاد ولكن هنا كنضيفه الواحد سطيل وكنزيد وحد سطيل مثلاً سطيل لغادي يشلو به ونزيد واحد يطرود ديال الماء كان يطرود ديال الماء عليه ونخليه آخر حاشا غادي نخويه على الدس دينا بعد ما كان نغسل غادي نشلو به نخويه ونخليه واحد تلسة ديالتقيق ونبع نديرو غايل الماء غايل الماء باش نحيدو لديوك الأثار ديال هاد الأعشاب مننا كسبقوا واحد الأعشاب رائحة جميلة ومنها كتساعدنا باش كم باك نقوله حنايا كتحيل لنا التعرق من الجيسم ديالنا تشبه من أقرب الوصفات اللي كتستعمل للحد من التعرق وأيضاً واحد البومدال اللي كتستعمل الوريدات الصار حتى إياه كيستعملوا هالنرس القصو اللي تعرقوا بزاف استعملت ديال هاد المواد بجوجة دكتور عيماد نعم فهذا السؤال المهم دي مسألة مهمة جداً تشبه بدوني ناقاش صنعة تواب تساع كأنه هو ميلحم الأملح الألومينيوم ولكن ذاك المفعول ديال أنك تحيد ريحات العرق شوك تدير في الجسم؟ فهي كتشعطي تنشيف كتشعطي طريقات تنشيف لأنه هو ميلحم الأملح أملح تقوم بذك ما يسمى ذاك ضاهرة الأسموس وهي من الناس اللي دوزوا العلوم الجريبية فكيعرفوها في هذا التفاعل هذا أن الميل حكي يبدل ما من تسدي أن الميل حكي يمشي من الخلية إلى هذا الميل هذا وهناك يقول لدينا هاد المشكل هذا هذا التنشيف قوي جداً وكتبطل إلى المرونة ديال الخلايا أو المرونة ديال الكولاجي هذا شيء باش يتكمش يجد فت هذا هو هذا كلفه وهذا كلفه هو اللي يخلي الناس يفكروا أن الشطة هي الحل هو أخر هتقولوا لي يا أكتور عماد إحنا نكمل منذ القدام وهذا الشير هو مورود شعبي ديالنا وهذا الشير الأمهات والشتاس سنقول لكم إحنا دابا الأول الأخيرة لم يبقى الجسم ديال المغربي أو المغربية هو الجسم ديال المغربي المغربي دي كانش حالة دي لأنه ليس حالة دي الحمد لله كانوا الناس تغطى على ما هو طبيعي ما كانش المواد الحافظة كان الحمد لله الإنسان المواد تقريباً كان فيها 70% حتى 80% ديال الطبيعية دابا مع الأسف والشيء واقع اللي ما غادش نحربوا منه أننا دابا ولينا كنعيشو الحمد لله بدأ بلدنا أنه هاربة من هاد المسألة أن المواد الكيميائية أو المواد التي تعطى في التغذية خطيرة علاش لأنك تكون واحد المراقبة ديال استعمال ديالها ولكن ضروري ما كنعيش دابا لأن الجسم لي واقف لكي يستحمل الأعراض الجانبية للمواد أخرى يعني مثلاً سوف نعطيها الأملاح للألومينيوم فالجسم ديال يجاوه مهلوك إذن سوف نعطيها الأملاح للألومينيوم اللي غير يمشيه للكابيد كابيدره هو مشتغل بشغي يحيلي لكي يسفل لنا بعد غدث ديالنا من المواد الحافظة اللي كان ناكله ناهيك على الناس التي تكون كتفض بعض الأدوية ناهيك على الناس التي يكون عندهم مشاكل عضوية مثلاً في الهورمونات أو الطيرابات فلما كيدخلها السلج للألومينيوم كيدرنا واحد خلال كبير عن المستوى ديال الخلايا ديالنا وهذا شيء ما شيء كنت أدرغي عن فراغ هاد شيرى عن طريق أبحاث وأبحاث 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 أن هذا الشباب يمكن الإنسان يستعملها فكيزيدي أكد أنها تعطيه مخاطر وكيزيدي به لنا مخاطر أخرى ديال الشباب ومع الأسف فهذا السؤال المهم أخطي لنا لأن مع الأسف يعطيه البنيتات الصغار نعم البنيتات الصغار اللي يمكن أصل لهم على الغدد اللمفوية نشيو لذلك البومادة اللي كيددار لوليداس اللي كيددار لهم اللي كيددار لهم يعني فاش كيبغيوا بدهوا الحفاظات أو اللي كيكون عندهم محطياب هذيك لا بأس أننا نستعملوها لأننا شنوفها فيها الأوكسيد دوزنج الأوكسيد دوزنج اللي هو عبارة على واحد المعقيم ومادات ووزن لنا الإفرازات ديال التعرق فلا بأس لأنه إذا كانت ديال الأطفال ماشي غلنا نخضو بمضافة الأوكسيد دوزنج ديال الكبار لدي الأطفال فهي تراعى فيها هذك الجرعات المناسبة باش ممكن تكونش أعلى جانبية ولكننا سنستعملوهم عند الردع ونستعملوهم عند الناس كبار بطريقة آمينة أنا ديك الردع أمي دايقا تقول لك بنتي في عمرها ست شهور كتت عرق بززاف مني كتتكون تردع فماشي مشكلة ماشي مشكلة ماشي جاهد مسكينة ماشي جاهد ماشي جاهد ماشي جاهد الله يحفظ الخميع وتوتية توتية حتى يخصنا نتنبو يعني تأيام مادة كيميائية وتأيام المواد اللي كنت تستعمل في العرق وكتبت لنا المسام وكتبت لنا تلك القانوات اللي كتمشي للغداد اللينفوية كان عدة أمراض عضوية اللي كيمكن أنها تعطينا تعرق مفرد فأولها هي الغداد الضرقية ثانياً كان من الأمراض كذلك هو النقص اللي كيكون عندنا في الفيتامين دي تنقص في الفيتامين دي من الأعراض اللي كتعطينا أو من الأسباب اللي كتعطينا تعرق اللي كيكون مفرد أعلانش لأن الفيتامين دي هو من المكونات الأساسية اللي كتحافظ لنا على التوازن الإفرازي ديال الزهن وديال الدغون في الدزر ديالنا إذن إلا ما كنشدنا هذا الفيتامين دي بكمية اللي هي كافية يمكن أنها تعطينا هذا المشكل هذا ثالثاً أمراض عصابية ناس اللي كيكون عندهم مشاكل على مستوى ديال الدماغ أو مشاكل على مستوى هورمونات الدماغية ناس اللي كان بعض الناس اللي كتكون لكتأخذ بعض الأدوية المضادة للاكتئاب مضادة للتوتر فهذا كل هم أمور اللي كيمكن أنها تعطينا التعرق في بعض الحالات السكري حتى هو كيمكن يكون من الأسباب اللي كتعطينا تعرق يعني كان هدروحنا على الأمراض العضوية كذلك المشكل الأخر اللي هو الناس اللي كتكون كتعانين من حساسية تنفسية لأنك تدير واحد المجهود في التنفس وهذا الجهود هده اللي كي يضاعف لنا اشتغال العضلات واشتغال الجسم ديالنا اللي كي يفرز لنا هده المشكل هده هده التعرق كذلك الإنسان ره هو غالس ولكن كيتعرق علاش لأنه عنده واحد تنفس لي شوية كي يكون تقير فهده من الأسباب المباشرة اللي كتعطينا هده التعرق المفرد وما غا ننسوش كذلك ارتفاع درجات حرارة الجهز بكتية كتعرق المفرد لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله